أستاذي يقول الله بل هم في لبس من خلق جديد هل سيكون هذا الخلق مختلفا تماما عن وقت حين خلقنا من الماء؟ في الواقع الشيء نفسه سيكون في الجنة على سبيل المثال لقد طلبت من يعقوب أن يحضر لي بعض الصودة سيأخذ يعقوب بعض الوقت ليفعل ذلك ولكن الله سبحانه في الآخرة سوف يخلق كل شيء في الحال إن شاء الله كما خلق يعقوب أيضا إنه سوف يأتي الآن ولكن يبدو أن الناس يجدون صعوبة في فهم ذلك على سبيل المثال نبي الله عيسى عليه السلام شكل من الطين شيئا ما يشبه الطائر ونفخ فيه فطار ذلك الطائر ولكن العديد من الطيور تخلق في كل لحظة أحيانا نفتح النافذة وننظر إلى الخارج ونرى طائرا قد هبط على حافة النافذة سيحدث الشيء نفسه ولكن الفرق في الجنة هو الطريقة التي يحدث بها الفرق في الأسباب يندهش كثير من الناس لذلك ولكن في الأساس هو الشيء نفسه الآن لقد حصلت على الصودة وهذا هو الكوب في اعتقادك من أين أتى هذا الزجاج تعتقد أنه مصنوع في المصنع ولكن المصنع هو داخل عقلك الله خلق العقل وزينك به كل ذلك هو من القدر حتى أماكن فقاعات الصودة معلومة في القدر قطر كل فقاعة ومصيرها ومكانها وزمانها كل ذلك موجود في القدر تبدو هذه الفقاعات صغيرة بالنسبة لنا ولكن إذا دخلت إلى العالم داخل هذه الفقاعة فهو مثل المجرة الضخمة نحن نعتقد أن هذه الفقاعات ترتفع إلى الأعلى بسرعة كبيرة ولكن بالنسبة لما في داخل تلك الفقاعات قد يكون هذا الوقت كمليون سنة تصورنا للأشياء يختلف نسبيا أو شيء من هذا القبيل الجنة مختلفة كذلك سيكون هناك تقلبات في الزمان والمكان وخلق الله لا حصر له يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام عن النعيم في الجنة أنه ما لا خطر على قلب بشر لا يمكننا أن نتخيل الجنة أو أن نتصورها الآن ولكننا سنراها في الآخرة إن شاء الله يخبرنا الله عن بعض أوصافها ولكننا لن نستطيع تخيلها بالكامل